السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أهدي قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين وصلنا إلى المنزلة العاشرة منزلة الاعتصام واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام اعتصاما اعتصام بالله واعتصام بحبل الله الاعتصام بالله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره والاعتصام بحبل الله الاعتصام بالقرآن الكريم بشرع الله وذكرنا الدرجة الأولى هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الاعتصام بحبل الله وهو الاعتصام بالخبر يقولنا الخبر قال الله قال رسول الله الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا وذلك بثلاثة أشياء باليقين في الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف وصلنا إلى النقطة الثالثة في الدرجة الأولى في المرتبة الأولى وهي تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف قلنا أن الإنسان بينه وبين الله معاملة في معاملة بينك وبين ربنا تأسيس هذه المعاملة أجمع العلماء على أن البدايات هي الأخطر من كانت له بداية مشرقة كانت له نهاية محرقة إنسان يبدأ بداية مشرقة بداية قوية بداية صادقة بداية مستقيمة بداية متألقة إذا كانت له بداية زي كده البداية دي تبدأ إزاي قالوا البداية دي تتأسس الأول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف انهار فانهار به في نار جهنم يبقى أن أسس الأول نضع أساس وأن لازم الإنسان يأسس علاقت بالله ابن القيم قال هنا أو اللا الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين قال تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف أن تتعامل مع الله بيقين بيقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة موقن فالتعامل مع الله أس و جل بيقين قلنا أن اليقين ده هو مركب الآخذ في هذا الطريق لابد للسائر في هذا في هذا الطريق من يقين يحمله اليقين هو اللي شايله هو اللي ماشي به هو اللي بيوصله فاليقين هو مركب الآخذ في هذا الطريق وهو أول خطوات الارتقاء عشان يرتقي عشان ينمو إيمان عشان يوصل عشان يعلى عشان يتجافى عن الشهوات والسفليات والأرضيات باليقين الوصول إلى اليقين اللي هو قمة الأحوال ومرتكز المقامات لابد من الخروج من أسفل السافلين للوصول إلى أعلى علية أنه قال الله جل جلاله قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يبدأ يطلع من أسفل سافلين قلنا يطلع إزاي بسبع حاجات يطلع من سبع أراضي أسفل سافلين بسبع حاجات أول حاجة فاطموا الجوارح عن المخالفات الشرعية الجوارح إيديه ورقليه وعنيه وودانه ولسانه وبطنه وعقله وقلبه الجوارح فاطم وإن مهمة جدا كلمة فاطم زي الطفل لما يفطن الإنسان بينشأ كده زي ما قال ربنا جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرط ذلك ما تعمل حياة الدنيا هو دي الدنيا كده إنسان عاش وهي دي طريقته عشان عشان كده محتاج بعد ما تعود على إن هو يتناول الشهوات إنه يتفطم عنها وده قلنا بترويض الحواس إن يروض لسانه على السكوت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصبت إن يروض ودنه ألا تسمع إلا الحلال يروض عينه ألا تتطلع إلى الحرام يروض إيديه يروض عقله أن ينضبط ولا يتناول الخواطر الرديئة أن يروض قلبه ألا يناله تناله وساوي الشياطين الإنس والجن ترويض فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية وقلنا إن كل عقبة من العقبات ديك من أسفل سافرين بيطلعها أما يطلع يشرف على معنى يشرف يعني إيه أما يطلع زي أقول كده إنه مستخبي تحت حاجز أما يطلع من الحاجز جدا يشوف حاجة يشوف إيه فيشرف من هذه العقبة على لذة العبادات والقربات إذا استطاع فطم الجوارح عن المخالفات يدوء لذة العبادات يدوء حلوة الإيمان يدوء بقى اتنين فطم النفس عن المألوفات العادية ابن القيم قال في الفوائل الوصول إلى المطلوب موقف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق هجر العوائد إن الإنسان يفطم نفسه عن العادات اللي هو متعود عليها المألوفات اللي الناس ألفوها وتعودوها فتشرف من هذه العقبة على زكاة النفس بطلب أعلى المقامات الروحية قلنا قبل كده إن بعض الناس كتير من الناس يقول أنا بذنب وعود تاني وأذنب وتوب وارجع للذنب تاني بتوب وارجع وتوب وارجع إزاي ما يرجعش قلنا استبدال الملزات الحسية بملذات روحية وقلبية إن الإنسان يبقى عنده ملذات روحية ملذات قلبية لذة سجدة لذة آية قرآن لذة دعاء لذة دمعة وبكاء لذة مناجاه لذة تسبيح وذكر وأنس بالله لذة إخبات وخشية سكينة حصول سكينة في القلب يحس بها إنه هو طاير هي دي الملذات دي يحسها إذا قطع عن نفسه المألوفات المألوفات إنه متعود إنه ينام تمن ساعات يقطع العادة السيئة دي إنه متعود إنه يفضل طول الليل يأكل سهران وينام بالنهار بطل العادة السيئة دي إنه متعود إنه بيتكلم كتير عينة دي لجوج في النقاش إلى آخره كل العدد يبطلها يبدأ يفضل إنه يتناول الملذات الروحية والقلبية ثلاثة فاطم القلب عن الرعونات البشرية القلب ربنا جل جلاله خلقه خلقه لعبادته لحبه والإنسان دايما قد يفسد نعم الله عليه بمعنى إن ربنا يعطيه نعمة عظيمة نعمة عقل ويستخدمه استخدامات سيئة فيفسد عقله إن ربنا يعطيه نعمة قلب النعمة دي يفسدها هو باستعماله في غير ما خلق له القلب ربنا خلقه وأعطى للإنسان قوة قلبية قوة قلبية القلب نفسه له قوة عشان كده بقول كتير في إن بعض الناس بيقع في المعاصي بسهولة ليه بيقع بالراحة يعني أول ما تعرض له معصية يلاقي نفسه بيجري عليها يقع فيها في إنسان تاني بيعرف يكتف نفسه ده نتيجة ضعف عضلة القلب ضعف القلب دايما يقول الفتور جاي من أو الوقوع للمعاصي دي جاي من ضعف الإيمان مش ضعف الإيمان لو ضعف الأعمال لا 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 ضعف القلب قلبه قلبه ضعف ما بيثبتش قدام فتنة ما بيقدرش يقاوم السقوط يا ربس يمسك نفسه يا ربس يمسك نفسه دي اسمها الرعونات قلب أرعن يسير برعونة فبيقع بيتوه بيضل بيتباطئ بينام بيموت بيمرض إذا فط من نفس عن الأعمال الرعناء اللي فيها رعون الأعمال الهيفة التفه السفاهات فإنها تشرف على قوة الإرادة والعزم والجد قلبه ما يبقى عنده قوة إرادة يعرف يقول لا لا أريد قوة إرادة وعزم وجد في العمل أربعة فطم السر عن الكدورات الطبيعية السر يعني الباطن الإنسان جواه اللي هو الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال سوران وعلى رأس السورين داع يدعو فيقول ويحك لا تفتح عارفين الحديد ده قال والداعي على رأس السور واعظ الله في قلب كل مؤمن مؤمن إحنا بنسميه في لغة عندنا الفلاحين يقولك ضميره ضميره بيأنبه ضميره بيوجعه ضمير ده اللي واعظ الله في قلب كل مؤمن الواعظ ده بيقوى ويضعف بيعلو ويهبط بيكسر ويقل واعظ الله في قلب كل مؤمن هو موجود في قلب كل مؤمن الضمير ده موجود ضميرك جواه بيأنبك لما تغلط لما تحاول تغلط لما تفكر تغلط ضميرك ده يمنعك اللي هو ده ده اللي احنا بنسميه السر السر اللي هو الخاطر اللي جواك الضمير الواعظ من قلب كل مؤمن ده بيتكدر ده اللي قلنا المرة اللي فاتت الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي بيفسدها الوالدين او البيئة او المجتمع او التعليم بيفسد الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ما بقاشي في زماننا ابواه بس بقت بقى المدرسة والمدرسين والمدرسات والزملاء والجيران والاعلام والنت بقى كل ده بيلوث الفطرة او يشوه الفطرة او يمحو الفطرة فبيضيع فبيضيع وعي ظلاف بكل مؤمن ده بيكدر بيسوش عليه ما بقاشي صوته مسموع او يقتله يبقى ضميره مات فالانسان يفطم فطرته انها تتناول اي شيء غير فطرة الله التي فطر الناس عليه وده اللي بقولك عليه بقى في تربيتك لاولادك حاول تحافظ عليهم على الفطرة ان يفضلوا بفطرتهم سليمة خلي البنت الصغيرة زي ما هي مستحية بتخاف انها تشوف رجالة ولا تتعامل مع رجالة غرب غير والديها ومحارمها حافظ على فطرة ابنك خليه على فطرته مؤدب مهزب محترم بيحترم الكبير وما يجدبش يقول الصراحة الولد اللي يقول الصراحة يقوله عليه لا لا ده جريء اللي بيستح يقوله عليه عبيط بتفسد فطرته هي دي فاطمة السر عن الكدورات الطبيعية تشرف من هذه العقبة على الفهم عن الله لما تحافظ على فطرتك سليمة تفهم تفهم رسائل الله إليك تفهم إشارات الله إليك تفهم خطاب الله إليك تفهم توجيه ربنا إليك تفهم عن الله إذا كانت الفطرة طهرة وسليمة وعلى ما خلقها الله خمسة فطم العقلي عن الخيالات الوهمية الخيالات والأوهام أكتر شيء منتشر في عصرنا في عصرنا كثير من الناس بيعاني من كتر وطول السرحان سرحان في الصلاة سرحان قاعد لوحده كده سرحان يرؤد على ظهره مدة طويلة سرحان سرحان في إيه خيالات وأوهام وساوس من الشيطان لا يقع منها شيء على الحقائق ولا على الواقع ويقول لك أنا أعدت وفكرت وهو لا أفكر ولا أعد دواساوس الشطنبي وسويس له فالإنسان قلنا هي في منزلة الأتصام هتيجي معانا في الدرجة الجاية صون الإرادة قبضا إن دماغه تبقى تحت السيطرة ما يسبش دماغه تشت تسرح تروح بعيد لا بسرح في إيه كتير من الناس إنت لو بصدت الوقت سألتوا إنت ها إنت سرحان في إيه سرحان في إيه الوقت لك أقول لحاجة مش ولا حاجة أحيانا بيبقى سرحان بس في حاجات يستحن يقولك عليه طب أنت مكسوف مستحن أنك تقول لي مش عارف إن ربنا شايف اللي في دماغك شايفك سرحان في إيه ويعلم أنت سرحان في إيه فاطم العقل عن الخيالات الوهمية إن أفطم العقل بقى عن الخيالات دي ما يسرحش ما يشتش ما يبعدش إذا استطاع الإنسان فاطم العقل عن الخيالات الوهمية دي يشرف على رفض الدعاوة ولزوم باب المولى إنه ساعتها مش هيعيش أوهام مش هيعيش خيال هيبقى عايش واقع عشان كده قلنا حفظ الخواطر إزاي إنه يستبدل بخواطر إيمانية فكر هتعمل إيه هتروح فين هتمشي إزاي إيه الخطوة اللي جاية إيه الخطر اللي مطلوب تتفاداه تبعد عن إيه تتعامل إزاي تخط الخطوة الجاية إزاي إيه الأخطاء السابقة عشان أعدلها إيه عيوبي عشان أعليجها إيه هو ده التفكير مش سرحان في لا شيء في أوهام ودعاوة فإذا الإنسان فطم نفسه عن السرحان عن الخيالات والأوهام يرفض بقى هذه الخيالات والأوهام ويعيش مع الحقائق على باب المولى لأن مش هيوفقك ويعينك ويأخذ بيدك وينصرك إلا الله ستة فطم الروح عن هموم الدنيا وما فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما تسأل إيه هي الروح الروح من أمر ربي بس أن يتخلص الإنسان من حمل الهم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ونعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك اللهم صلي وسلم وبركاته الهموم كثيرة وإذا استسلم الإنسان للهموم ضيعته الهم ده عقوبة عقوبة من عقوبات الزنوب والمعاصي أن يبتليك الله بالهم تبقى شيء للهم والإنسان اللي بيشيل الهم ده أحياناً بيخترع هموم يحزن نفسه بيها شيء الهم الأكل وهم الشرب وهم اللبس وهم النوم وهم الجيران وهم الزوجة وهم الأولاد وهم الأب والأم وهم الشغل وهم المدير وهم الزملة وهم وهم بقى هو نفسه هم ومن ألقى حمله على الله تحمل الله عنه ارمي حمولك على الله وما تشيلش هم سبها على الله ده اسمه التوكل قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا در لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه يكفيك كل ما أهمك يكفيك كل ما أهمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الآخر هم رضا ربنا هم ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له يبقى إيجعل الآخرة همه إزاي بقى تتخلص منهم دي خلي همك ربنا همك رضا ربنا همك الجنة همك فعل الحسنات يبقى ده همك ساعتها ربنا يكفيك ما أهمك ويكفيك هم الدنيا سبع فاطم النفس عن الذنوب والمعاصر ومنها يشرف على تجويد التوبة وتجديد التوبة ودوام التوبة الخطورة الكبيرة في زنوب المعاصر أخطر شيء على النفس وعلى القلب الإنسان كنا تكلمنا مرة على موت الفجأة لما إنا نعوذ بك من موت الفجأة لما إنا نسألك حسن القاتمة لما ارزقنا حسن القاتمة والجنة بغير حساب لما ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية قلنا في مسئلة موت الفجأة أخطر شيء إن إنسان يموت على معصية أن من مات على شيء بعث عليه إزاي الإنسان تحسن خاتمته دوام التوبة دوام التوبة إن يبقى الإنسان دايما تايب سيدنا نقمان قال يا بني عود لسانك رب يغفرلي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا اتعود دايما تقول رب يغفرلي تيجي تقف يا رب يغفرلي يا رب تيجي تمشي يا رب يغفرلي يا رب تدخل تخرج تروح تيجي عود لسانك رب يغفرلي ساعة كده تكون أبواب السماء مفتوحة الدعاء مستجاب ربنا يغفر لك بس فزت فزت اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره قديمه وحديثه خطأه وعمده جده وهزله سره وعلانيته رب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما انت اعلم به مننا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا ان تتعوى كده يا رب اغفر لي يا رب هي دي دوام التوبة وتجويد التوبة اذا فطمت نفسك عن الذنوب والمعاصي جودت التوبة ووصلت الى الله خلصنا كده السبع مداء مصاعد من السفليات من اسفل سافلين حد ما توصل توبت ووصلت على ظهر الارض نبدأ بقى نطلع فوق اول درجة من درجات الصعود مراقل الصعود العلم عشان تصنع يقين يبقى يقين بعلم عنده يقين بعلم مش يقين بجهل قلنا قبل كده من الطرف اللطائف اللي بيتضاحك بيها الاخوة يعني ان واحد مسك واحد قدام القطر القطر جاي فمسكوا كده قدام ناحية القطر وقال له ها اخبار يقينك ايه لا قصة بتروة في الاسرائيليات ان ابليس كلم سيدنا عيسى عليه السلام رسول الله سيدنا عيسى عليه السلام قال له ألس توقن ان الله يحيي منك قال نعم قال اذا ارمي نفسك من فوق هذا الساطح لناره ستموت ام ستحي قال له يا ملعون ان على ان الله يختبر عبده لكن ليس على العبد ان يختبر ربه انا مش همتحن ربنا بيقوله يقينك ايه انا همتحن ربنا بيقينه هو ده بقى اسم يقين بعلم يقين بعلم ده اسمعوا كده من كلام سيدنا ابراهيم عليه السلام وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هدان وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم هو ده بقى اليقين بعلم قالوا له هنحرقك هنولع فيك بالنار قالوا ما لا يهم مش خايف ازاي اخاف من اصنامكم وانتو مش خايفين ان انتو عصيتو ربنا اللي اشركتو بيه ازاي مين اللي خاف بقى انتو اللي تخاف ومش انا هو ده بقى اليقين بايه بعلم يبقى عندي علم وعندي فهم كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا هي دي ان الانسان يبقى عارف عنده يقين ان لن يستطيع احد ان يؤذيني ابدا الا باذن الله وعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك قال تعالى وما هم بضار رين به من احد الا باذن الله يبقى محد يقدر يضرك ولا حد يقدر يؤذيك الا باذن الله ولكن يقينك ده بعلم مش ايه طب انا ههو هاعمل كده ويقين في الله ان مش هيقدر يؤذوني لا ده قال ايه الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين يبقى اين بس خلي بالك من كلمة الى Hank practically بحق شيئا وقال ده معناها فيه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتي من القوم الكافرين قلوا اين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم congress new ونجينا برحمتي من القوم الكافرين يبقى ايه تجل الله ضرر على ايديهم فتنة لهم يبقى خلي عندك يقين بعلم شر الغرور انك انت تغتر بنفسك انك انت تبقى مغرور بظنك انك مع الله ان الله معك مغرور بالظن لكن انسان ما يعرضش نفسه والعندي يقين لا ده يقين بعلم لازم تبقى فاهم دي القضية دي مهمة جدا اليقين بعلم اثنين الاتباع على بصيرة وعدم التلفت مهم قضية الاتباع على بصيرة اننا ماشي ورى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ورى النبي بس ماشي على بصيرة على نور قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة عندي يقين في اتباع النبي بس على بصيرة على نور فاهم اتباع بعلم لان الاتباع بجاهل باسمه تقليد القضية مش اتباع بجاهل مش تقليد لا اتباع بعلم اتباع على بصيرة قال الله ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء وبعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اتباع على بصيرة انا ماشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعلم فاهم كلام النبي وفاهم افعال النبي وعلى نور من هدي النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون احنا قلنا الاول العلم دايما ليضلك الذين لا يعلمون قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيله الذين لا يعلمون فما تمشيش وراء الجهان وراء المضللين ما تمشيش وراء الناس التايهة التايهين المسبطين المعوقين خليك وراء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وَلَا تَلْتَفِتْ اخطر شيء في السير الى الله الالتفات الالتفات ما تبصش وراك ما تتلفش قالوا من عِلَل التوبة الالتفات الى الزم الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فقد تهيج هائجته ان الانسان يبقى ماشي ربنا وبيبص وراء كل شوية بص وراء ملتفت لا يصل هتبص وراك عمرك ما هتوصل خلي دايما عينك قدام على مرمى الطرف خلي عينك دايما على الهدف لان برضو من استطال الطريق ضعف ماشيه احنا عايزين نتساءل انت بتبص وراك ليه نقولتلك كتير من المشاكل انك تفاجأ انك عملت مثلا حسن الحد جيد دلوقتي تقول انا في الوقتي لفلان عملت لفلان كده وكده انا غلطان انا اين اللي خلاني عملت كده انت بتقول ايه الندم على حسن يحبط الندم على فعل خير يحبط يحبط ثواب ما تندمش على خير عملته ابدا لا فضلا عن اندي بيقولك لا تلتفت بتبص وراك على ايه ما هو اللي بيبص وراه ده يأما بيبص وراك على معصية كان بيستمتع بيقول نهد كتير انه يبقى سهران بالليل كده وقاعد مش عارف يعمل ايه فيتذكر ايام ما كان بيتفرج على افلام ولا على حاجات وحشة ولا ويقعد يقول هو الواحد بقى نفسه الوقت يشوف فين هي دي ان الحنين بقى الى المعصية ده من علل التوب او انه بيبص وراه بيبص على الهالكين على يعني فلان وفلان 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 من العصاه والمذنبين اللي معاه وانه هم اللهم مالسه مستمتعين بحياتهم هوا لم يعاقبوا سيدنا موسى لما ضرب البحر وعد ولقى فرعون جاي وراه ماشي علي يابس سيدنا موسى قاعد يضرب البحر بالعصاية عشان ينطبق على فرعون فربنا قال له ايه وترك البحر رهوا انهم جند مغرقون سيب البحر زي ما هو مش انت عدي فنهى سيدنا موسى عن الالتفات متبص متبص وراك ليه انت عديت عدي مليكش لقوا بغيرك بيقوله قصة لطيفة 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 واحد كماشي فشف واحدة في الشارع بص عليها كده عجبته فقاعد يبص عليها يبص عليها فقالت له مالك قال سلب جمالك لبي فشورت وراها وقالت له فما بالك لو رأيت اختي فالتفت فقالت ايها الكاتب في دعواه لو صدقت ما التفت الصادق لا يلتفت عدت له يا كداب لو سلب جمالي لبك ما كنتش بصت على غيري فلو انت صادق في حبك لله ما تلتفتش لغيره لو انت صادق في اتباعك لسيدنا النبي ما تبصش لغيره لو انت صادق في طلب الطاعة ما تلتفتش لغيرها من المعاصي والشهوات التفاتك ده دليل عدم صدقك لو صدقت ما التفت لذلك ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون يبقى اللي عايز يقين نمر واحد العلم اتنين اتباع على بصيرة امشي ورى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت ولا تلتفت ثلاثة انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق ايها الاخوة كسرة العبادة والصدق في العبادة والتفاني في العبادة هذه نقطة في منتهى الخطورة كسرة العبادة انك تصلي كتير وتذكر ربنا كتير وتقرى قرآن كتير وتتصدق كتير وتدعي ربنا كتير هي دي قضية كتير كسرة العبادة التفاني في العبادة الصدق في العبادة ثلاثة حاجات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين السبات على ذلك تورس انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق اللي هي ايه بقى قال الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين نقطة من يلقنا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم السياق والسباق واللي حق من المقيدات لازم تفهم الصورة دي على بعضها كلها بعض الناس يقول لك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين لا ده انت تفهم علم اليقين بيجي منين وحق اليقين و وعين اليقين ابن قيم هنا عارفين الست حاجات اللي قلناهم في الفطام يقول بعديها ايه ولا يقطعوا هذه العقبات الا اهل البصائر والصدق من قل العلم السائرين على جادة التوفيق قد انزلوا الاعمال منازلها واعطوا كل عمل حقه من زل العبودية هي القضية مش قضية بصلي وخلاص صليتها اربع ركعات اني بتصدق وخلاص ديت فقير ارسين اني اه 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 اقوم الليل وخلاص لا اعطوا كل عمل حظه من زل العبودية القيم يقول ان الفطامات الست التي وصفها العز بن عبد السابع التي وصفها العز بن عبد السلام كاف وتكميم وضبط ولك ان تتأمل ذا كلام بالقيم رحمه الله ولك ان تتأمل في لفظة فاطم من فاعلية فعل لا تتم الا بالبعد والعزلة المشروعة والانفة من الرذائل ومن خسيس المنازل شوف من اخطر الكلام اللي تسمعوا ابن القيم يقول ايه واذا ترقت درجة العبد بعد تخط العوائق والعقبات من الاسلام الى الايمان ومن الايمان الى اليقين ومن اليقين الى الاحسان فحينئذ اذا غفل لم يترك الله كلام زي الفل القيم بيقول ايه ان الفطامات دي لما الانسان يعملها يفعلها يفطم نفس الفطامات السبعة دي يترقى قلنا يترقى يطلع 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 فوق حين ما يطلع على وس الارض قال بيترقى من الاسلام الى الايمان مرتب الاسلام من الايمان الى اليقين من اليقين الى الاحسان اذا وصل لكده من القيم بيقول لك اذا غفل لم يترك وليس شرط المحب العصمة انما شرطه كلما زل ان يتلاف تلك الوصمة ولله عناية خاصة بمن يحبه لما يحبك هيعتني بك عناية خاصة يا رب حبنا وارضع عنا واسطرنا واعف عنا لما ربنا يحبك فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ويأو رجله التي يمشي به وهي موضحة في الحديث الاخر اللفظ الاخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بنور الله وبتوفيق الله وبحول الله وقوته يبقى الإنسان ساعتها قال إيه فحينئذ إذا غفل لم يترك إذا نسي ذكر وإذا نام نبه وإذا غفل أوقذ وإذا ول أقبل به يبقى ساعتها العبد المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب عليك هي دي قضية انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق بس زي ما قلتلك بتيجي إمتى لما كسرت العبادة والصدق في العبادة والتفاني في العبادة والثبات على ذلك إلى الممات شوف انفتاح البصيرة عند رؤية الحقائق أصل رؤية الحقائق دي ان الرب يفتح عليه يفتح عين عليه قد جاءكم بصائر من ربكم ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وعارو ايه دا فرعون فزع خلي بالك عايز أقول لك حاجة مهمة خلي بالك منها ان لما سيدنا موسى ألقى عصاه السحرة شايفين عصاه بقت حية وتلقى وفرعون شايف عصاه السحرة ألقوا ساجدين وفرعون آمنتم له قبل أن آدم لكم هم ما شافوا الحقيقة لكن هو ما شافهاش ما يعرفهاش السر في كده فين معلش لازم أعلقكم يقولوا المرة الجاية إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم